اشتركوا في القناة للأسف وردنا خبر جد صادم وسيء للغاية ولكن هزا مشاهدين للأسف هذا هو عمل في هذه القناة ناقل للأخبار الإصابة تحرم بالماضي من أربعة لاعبين في كأس أمم إفريقيا بصفة رسمية للأسف سيلعب المنتخب الجزائري كما تعلمون في شهر جوان المقبل كأس أمم إفريقيا بدولة مصر وكانت القرعة قد أسفرت عن مواجهة نارية للمنتخب الجزائري أمام كوميل السيريغال بالإضافة إلى كينيا وتنزاليا طبعا كينيا وتنزاليا لا خوف عليهم طبعا سنتفوق عليهم إن شاء الله بمجهودات الناخب الوطني جمال بالماضي وبكاتبته كاتبته الجزائر سنتفوق عليهم مسهولة ولكن المنتخب السيريغالي بدأ بالتحسن في السنوات الماضية الأخيرة وطبعا ستحرم الإصابة للأسف الناخب الوطني جمال بالماضي من أربعة أسماء متألقة على الأقل حيث يتعلق الأمر بكل من أسامة شيتا اللاعب المشهور وفيكتور لكحل الذي أصيب في مباراة الجزائر ضد تونس المباراة الودية والذي لم نرى لحد الآن مستواه في المنتخب الجزائري وكيفية لعبه وأيضا للأسف العربي هيلان سوداني وأيضا رئيس هاب بن بوح فيما ستبقى مشاركة مهدي عبيد وفوز غلام ومهدي طهرات على محل الشك طبعا هؤلاء يعني كل من فوز غلام ومهدي طهرات ومهدي عبيد يعني تبقى في محل الشك أي يمكن أعزاء المشاهدين أن يتعافوا بسرعة أكبر على غرار الأسماء التي قلتها قبلهم طبعا نتمنى لجميع المصابين ولجميع يعني من تعرضوا إلى أصابة خطيرة أو طففة نتمنى لهم الشفاء العاجل الشفاء العاجل الشفاء العاجل لكي يأتوا بجهاز يتموا بفرما عالية للدهاب والمساهمة بالدهاب بعيدا في كان 2019 وأيضا عزاء مشاهدين كل لعبين ولديه ضغر وكل لعبين نحتاجه سواء كان ضعيف أو قوي فكلهم سيشاركون إن شاء الله في كان 2019 وهذا بقيادة النخب الوضعي جبل برماضي والذي يعني قبل بداية كان 2019 أدخل البهجة إلى قلوب جميع الجزائريين وإن شاء الله سيبشر في هذا المنوار وسيكمل طريقه في إسعاد الجزائريين وجميع مناصر المنتخب الجزائري وطبعا يأتي لنا بالكأس إن شاء الله المنتظر منذ طويل أعزائي المشاهدين ويأتي لنا أيضا بالنجمة الثانية المنتظر أيضا منذ سنوات عديدة 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 أعزائي المشاهدين هنا يأتي هذا الفيديو ولكن لا تسعوا الاشتراك في القناة وتفعيل زر التنبيهات ليصلكم كل ما هو جديد ولنلتقي في فيديوهات جديدة إن شاء الله والسلام عليكم